اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري نسأل خير جميع المتابعين في الأردن نهار اليوم سألت أجواء صيفية اعتيادية إلى معتدلة في عموم مناطق المملكة درجات حرارة استمرت أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة سواء القمال الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلوع ممناطق المملكة من الغيوم بما في منطقة بلاد الشام وسادة أجواء صافية بشكل عام نتحدث أكثر الآن حول درجات الحرارة باستعراض درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأربعاء وخلال وطلات نهاية الأسبوع تبقى خلال يوم الأربعاء المملكة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة تعمل على جعل الأجواء الصيفية معتدلة خلال ساعات النهار لكن ما إلى البرودة خلال ساعات الليل يوم الخميس لا تغيير على الحالة الجوية يستمر الطق الصيفي معتدل خلال ساعات النهار ما إلى البرودة خلال ساعات الليل يوم الجمعة إذا تستمر المملكة تحت تأثير كتلة هوائية لدرجات حرارة أقل من المعتاد طق الصيفي اعتيادي أو معتدل خلال ساعات النهار لكن ما إلى البرودة خلال ساعات الليل نذهب الآن للعاصمة عاما وتوقعات الجوية للثلاث أيام أو لخلال هذه الليلة حيث يسود طاقس غالبا صافي مع 14 درجة مئوية المحسوسة 14 الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة أسرع توقعات الجوية للعاصمة عاما الثلاث أيام القادمة يوم الجمعة 25 إلى 14 مع ارتفاع واضح في لسبة الرطوبة السطحية خلال ساعة الليل يوم السبت 25 إلى 15 ويوم الأحد تبقى درجة حرق أقل من معدلة مثل هذا الوقت العام 26 إلى 15 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة